منح رأس الكنيسة المارونية الغطاء البطرياركي للتمديد لقائد الجيش موقف ملفت جاء بعد لقاء ليلي جمع البطريارك مربشارة بطرس الراعي مع النائب جبران باسيل وهو المناهض الأول لفكرة التمديد باسيل حصل من الراعي على جرعة دعم لحراكه التشاوري وأهمية انتخاب رئيس الجمهورية لكن الواضح أن ملف قيادة الجيش يكتسب أهمية خاصة في بكركي اليوم سأض في هذا الكلام احتمال أي تعيين لرئيس أركان إذا كان عم ينطرح من زواية تفاهمية جانبية وكذلك أنه كمن تم إبعاد الخيار اللي بقول أنه الضابط الأعلى رد بالمؤسسية تولى القيادة من هون الأمور بدأت تاخد منحة نحو إيجاد حل وهو قد يكون الأسنم من خلال مجلس النواب التمديد لإيجاد سيغ التمديد لبقاء العمير جوزيف عم بمنصبه باسيل كان طرح فكرة أن تقر سلة تعينات في مجلس الوزراء بأربعة وعشرين وزيرا فكرة يبدو أنها لم تحز موافقة حزب الله وقد رفضها مقاطي بطبيعة الحال في المقابل تردد أخيرا اسم العميد باسم الأحمدية في مقابل اسم العميد حسان عودي لرئاسة الأركان فكيف يعلق الاشتراكي؟ رئيس الأركان تأخرت السلطة وتأخرت وزارة الدفاع في البرة الماضية لتعبئة هذا المركز واليوم يذهبون للأسف إلى اجتهاد على ما هو تكليف الأقدمية هذا مخالف للأنون فليذهبوا أو إلى تعيين قائد جيش أو لازل التمديد للقائد جيش الحالي وتعيين رئيس الأركان أصيل ولعبة أسباء رئيس الأركان أعتقد في غير محلها البهم الوحيد بالنسبة لنا منع الفراغ في هذه البواسسة الأمنية كان فيه كلمة أمريكية واضحة ببلغته السفيرة الأمريكية الكثير من المسؤولين أنه عدم بقاء الأمريكية في عون كضابط تطمئن له وليس للموضوع أي بعد رئيسي سيؤدي إلى وقف المساعدات الترقب يبقى إذن لموقف حزب الله في هذا الصدد والحسم في ملف قيادة الجيش يتعلق بشكل أساسي بالقرار السياسي قبل الآلية حكومية كانت أو نيابية اشتركوا في القناة